فإيه الأولويات القصوى اللي لازم الحكومة الجديدة أو المجموعة الاقتصادية تركز فيها بشكل خاص؟ الحقيقة أنا شايفة إنه إن إحنا لازم نلبي احتياجات الناس يعني لابد إن يكون رغبات الناس في صدارة أولويات هذه الحكومة ويمكن حسب استطلاعات الرأي اللي إحنا شايفينها بشكل مستمر على رأس أولويات الناس دلوقتي هو الغلاء وارتفاع الأسعار عملية إن مصر مرت في فترة قصيرة جدا بتعوي من ده عمره ما حصل في مصر وبالتالي التعوين من وجه نظري بيسوي زلزال زلزال اقتصادي الزلزال ده بيغير حياة الناس بشكل كبير جدا لأنه الأسعار بترتفع سواء بالنسبة للمنتج أو المستهلك وبالتالي بيتأثر جانبي العرض والطلب في الاقتصاد وهنا بيبقى التدعيات تدعيات خطيرة جدا فالنهار ده إحنا بنتكلم في مصر على توقع ارتفاع نسب الفقر توقع عدم العدالة في توزيع الدخل بشكل كبير جدا عندنا نقص في الطاقات الانتاجية كبير جدا جدا الحل له هو إننا إذا كان معظم المصريين مستهلكين أكتر منهم منتجين الغالبية من الشعب المصري فيبقى الحل اللي يجب أن يكون في صدارة أولوية هذه الحكومة كيف نحول الشعب المصري إلى شعب منتج منتج بأي شكل وبيبقى يتطفق مع قدراته وإزاي دعم له هذه القدرات بمعنى إن لازم تبقى فيه تيلرد بروغرامز تيلرد بروغرامز تنزل ولازم يكونوا ناس بيشتغلوا في أرض الواقع فأنا مش بتكلم في حكومة دي هي حكومة لو ما كانتش هتاخد مسندة الجماعيات والمؤسسات الأهلية والمحليات والجامعات لازم تتعامل توليفة مسلة من كل الستيك هولدرز مين يقدر يعمل إيه والقدرة أنا شايفة نجاح الوزير بتعتمد على قدرته على حقيقة التنسيق والتكامل بين الأدوار يعني متصورة مثلا إن في منطقة أنا مثلا عندي مؤسسة أهلية أنا رئيستها مثلا بشتغل في بني سويف وفي حلوان فبتصور كده مثلا إن أنا درست بني سويف كويس وشفت الفقر ومستويات توزيع الدخل والخرجين وحالتهم التعليمية والأنشطة الاقتصادية في المنطقة الصناعية عندك قضايا بتصور إنها تكون قضايا أساسية وهي إيه إن عندك منطقة صناعية بعيدة جدا عن العمران وبالتالي التكتلات الصناعية اللي داخلها ما بيقدروش العمالة توصل لها بالشكل الكافي فالمصنعين بيبعثوا عربيات تجيب الناس فالناس بتبقى تقريبا إكسكلود من سوق العملية أنا النهاردة إزاي أدمج الناس دول في سلاسل الإمتاد اللي ممكن تتشكل من خلال هذه المحافظة أنا أخذ من حاليك كلمة الصباح